السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الأسد لبرج العذراء يوم الخميس 25 تموز يوليو كوكب عطارد هو المعروف عنه انه هو العلاقة بالقدرة على التفكير نقل أفكارنا للغير تقوية الذاكرة الذكاء الكتابة التحليل وقوة الحدس وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات من صفاته الإيجابية انه بيعط الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية وقوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن من سلبياته لما بصير منتحس بعطينا العصبية والتسرع انتقال كوكب عطارد من برج الأسد لبرج العذراء طبعا رح يكون على مراحل خلال الفترة القادمة فهاي المراحل لازم تركز فيها بشكل جيد عند المرحلة الأولى اللي هي رح تكون من اليوم اللي هو خمسة وعشرين سبعة ساعة عشر وارمعين دقيقة مساءً بتوقيت جرينج اللي هو من يوم الخميس رح يضل بحركة أمامية في برج العذراء يوم خمسة ثمانية الساعة أربعة وستة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج هاي المرحلة الأولى اللي هو بيكون فيها بحركة أمامية الحركة الثانية اللي هي من صباح يوم خمسة ثمانية وحتى خمسة وخمستاش تمانية اللي هو خمستاش تمانية تقريباً بيكون الساعة اتناعش وخمستعشر دقيقة بعد منتصف ليل الأربعة على الخميس يعني أول ربع ساعة بعد منتصف الليل من هذا التاريخ بيبدأ بتراجع اللي هو كوكب عطارد في برج العذراء اللي هي المرحلة الثانية زي ما ذكرنا بعدها بنبدأ بالمرحلة الثالثة اللي هو بدي يتراجع من برج العذراء لبرج الأسد ورح يكمل عملية التراجع اللي هي من يوم خمستاش تمانية اللي هي من عند منتصف الليل تقريباً وحتى يوم سبعة وعشرين ثمانية الساعة تسعة وثلاثة عشر دقيقة بيظل يتراجع مساء بتوقيت جرينيتش بيظل يتراجع في برج الأسد في هذا الوقت اللي هو سبعة وعشرين ثمانية مساء بيرجع للحركة الأمامية في برج الأسد طبعاً خلال هاي الحلقة رح نحكي عن المرحلة الأولى لأنه لازم التراجع ويكون في تفاصيل أكثر رح نحكي اليوم عن الانتقال الأول أو عن المرحلة الأولى اللي هي من مساء يوم الأربعة خمسة عشر سبعة خمسة وعشرين سبعة لها يوم خمسة ثمانية لصباح يوم خمسة ثمانية اللي هي لما بيكون بالعذرة بحركة أمامية طبعاً لما بيكون عطارة في حركة أمامية كما هو حاصل حالياً بعطينا أكثر قدرة على التركيز والتفكير عكس فترة التراجع اللي رح نذكر بعض تفاصيلها في بعض قليل بشعروا موليد برج العذرة بالرغبة بالدراسة والمطالعة والقدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظرهم تكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم موليد الأبراج الترابية الأخرى اللي هم الثور والجدي والمائية اللي هم السرطان والعقرب والحوت وكل شخص تواجد لديه ساعة ولدته كوكب عطارة في العذرة وبتبشر حركة عطارة باكتشاف جديد فيما يتعلق بالاتصالات أو المواصلات أو عقاقير طبية ناجحة كل شخص لما نولد كان عنده عطارة في العذرة ساعة ولدته في برجه في طالعه هذول أشخاص بتكون أفكارهم دقيقة وفي صلب الموضوع والنشطين جداً وقدرة على التحليل عالية جداً عندهم عشان نحدد أنه خلال الفترة القادمة رح يكون سعيد ولا منتحس فلازم ننظر للزوايا الفلكية وبطبيعة الحال هو ما فيه غير زاوية وحيدة هي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين عطارة وبين الزهرة هذه الزاوية رح تكون يوم ثمانية ثمانية بتعزز المواهب الفنية والأذبية تجعلنا ميالين للتسامح مريحين خفيفين الروح وهو الوقت المناسب للحياة الاجتماعية والعاطفية وأيضاً للتواصل مع الآخرين طبعاً هذه الزاوية الوحيدة اللي رح تتشكل في خلال تواجد عطارد في برج العذرة أما خلال فترة التراجع اللي هي ما بين خمسة ثمانية لغاية سبعة وعشرين ثمانية هاي فترة التراجع صعبة شوي بيحصل فيها تعطيل وتشويش في عالم الاتصالات والمواصلات تكثر الحوادث على الطرق برضو تتعرض البورصة والأوراق المالية لها الزات والتقلبات مستمرة فترة سيئة لأي خطوة جديدة مهمة مثل خطبة زفاف أو افتتاح مشروع جديد أو شراء حاجية ثمينة وطبعا جميع الأبراج بيتضرروا من هذا التراجع فعشان هيك حبيت أنوه أنه فترة التراجع اللي بدو ينظم جدوله أو بدو ينظم أعماله أنه فترة التراجع هاي يكون حذر جدا جدا طبعا وتعد حركة عطارد الأمامية الطبيعية اللي هي من اليوم لخمسة ثمانية اللي هي من خمسة وعشرين سبعة لخمسة ثمانية هاي فترة إيجابية عموما على مختلف الأبراج ورح يكون لها تأثير على كثير من النواحي فخلينا نشوف كل برج وكل طالع إيش بيكون التأثيرات عليه بالفترة القادمة بدكوا تركزوا بشكل جيد تسمع برجك وتسمع طالعك برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا عطارد اللي رح يكون موجود في البيت السادس بالنسبة لها إلك بعطيك القدرة على إظهار أفكار خلاقة مع زملائك بالعمل تستطيع تطيع التأثير فيهم بشكل واضح تعطيك قدرة كبيرة أو لكثير من الأفكار اللي بتلقى طريقة للتحقق من خلال الحوار البناء أو الرأي التشاركي مع الآخرين بتعقدك الكثير من الاجتماعات وبتحضر لكثير من المشورات بيكون لك حضور فاعل في كل شيء بخص عملك أيضا في بعض الأشخاص بينشطوا على المستوى الصحي كبحث عن علاج أو مراجعات طبية أو فحصات وبتكون لها نتائج إجهبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا وجود عطارد رح يكون في البيت الخامس لهي لك وهي فترة مناسبة جدا لممارسة كل النشاطات الأدبية والفنية أمسيات محاضرات ندوات وأيضا على المستوى العاطفي كثير من الأضواء المسلطة عليك في هاي الفترة بتحاول إخراج إبداعتك الحقيقي وبتكون صاحب حضور وهاج بتجدوا الطرق الأنسب لتقديم الدعم المعنوي لأطفالكم لأحباءكم ودعمهم للتحصيل العلمي والدراسي من خلال التحفيز البناء بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا هنا عملية الانتقال رح تكون في البيت الرابع لأي لك يعني بتنشط في الأيام القادمة في تطوير علاقاتك العائلية مع أفراد العائلة أو المنزلية بيسود جو من الحوار الخلاق بعيد عن التوتر والمزاجية والانفعال وبيكون لك أفكار رائعة في إدخال تحسينات على المنزل بشكل مختلف ورؤية جديدة كما بتنشطوا بالأمور العقارية مثل البيع، الشراء، الاستئجار وبيكون لك قدرة على أنك تبني هاي الخطوات على أساس واضح بعيد عن التوقعات والتكاهنات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً وجود عطارد في البيت الثالث لعلك بمنحك الرغبة في التنقلات اليومية النشاطات ذات الأبعاد الفكرية وبتحاول البحث عن أفضل العلاقات اللي بتحفز عقلك وفكرك ممكن تجري العديد من الاتصالات المهمة للتعرف على مواضيع جديدة ومناقشة أفكار طالما يعني أرقتك عندك كثير من أو مجموعة من اللقاءات الحقيقية اللي بترضي طبيعتك الباحث عن كل شيء جديد ولكن بدك تنتبه خلال تنقلاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً أنت مقبل على فترة مالية كبيرة فيها كثير من طرق جديدة أو بتبتكر طرق جديدة لكسب المال وعندك القدرة على إدارة المشاريع المالية والأمور البنكية والمصرفية ممكن بعضكم يكون مقبل على مشروع أو البدء بمشروع بشكل مباشر يحاول أنه يبدأ فيه دون تردد بهاي الفترة قبل عملية التراجع أو ما بعد ما ينهي عملية التراجع ممكن تبدأ عمل جديد في مجال الأدب أو الكتب أو التأليف أو ابتكار شيء معين وبتلقى فيه برضو نجاح كبير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا عملية الحركة الأمامية في برجك راح تخليك نجم في هاي الفترة بيكون لك القدرة على إقناع والتفاهم بعيد عن النقط اللادع بتلاقي أراءك أذان صاغي القلوب بتكون منفتح لإلك بتعمل على تنشيط الأجواء من حولك من خلال سلسلة من التنقلات اليومية والاتصالات المهمة الوضع أسس قوية في أي مجال بتدخله أو بتعمل عليه بتزيد رغبتكم في القراءة والمطالعة والفهم العميق برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان هاي فترة عميقة في حياتك لأنه برضو تواجده راح يكون في بيت متاعبك بتحاول فهم الكثير من الأشياء الغامضة والبحث عن الأمور الكبيرة والأفكار الكونية وبتحاول الغوص عميقا في مضكنونها على أساس أنك تقدر تدركها بشكل جيد بتحاول الخوض في حوارات ذات بعد فلسفي أو ديني أو غيبي بتبتعد عن النقاشات اليومية الفارغة اللي ما بتقدم لك أي شيء ممكن تلتقي أشخاص أو أصدقاء محددين لبحث موضوع مستقبل مهم بخص حياتك ولا سيما الفنية أو الأدبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنت الشخص اللي راح يجمع الأصدقاء من حولك الفترة القادمة وبتعمل على تمتين العلاقات وبناءها بشكل منطقي في هاي الفترة بتتنازل كثير عن بعض المعتقدات السابقة وبتبحث عن أفكار بتناسب هاي الفترة ممكن يكون فيه مشروع تشاركي أو يكون لك فيه دور كبير والحضور الأجمل تستطيع أنك تقنع الآخرين بوجهة نظرك وتغيير مسار الكثير من أمور الأشخاص اللي حولك بطريقة إيجابية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا أنت بالفترة القادمة راح تكون صاحب الأفكار الخلاقة والحركة والنشاط والقدرة على الإبداع من العدم كثير من أفكارك راح تجد طريقها للتحقق على أرض الواقع مع المسؤولين عنك في العمل وممكن تتعامل معهم بشكل ندي أو تقدم أفكار تعود بالربح أو الفائدة على الجميع أنت أمام مشروع طالما حلمت به فلا تتأخر في إعلانه بكل قوة قبل عملية التراجع برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا يعتبر هذا الشهر شهر السفر الخارجي والانتقال لا بلد بعيد عندك كثير من المؤتمرات أو اللقاءات خارج بلدك بتعود عليك بالخير والنفع والشهرة يمكنك الآن متابعة دراستك الأكاديمية بكل قوة وبإمنحك وطارد القدرة على الإقناع وتجاوز العقبات الدراسية بتعرف على أشخاص غرباء عنك وبتكون عندك لقاءات جادة وخلاقة وممكن يكون فيه موضوع يتعلق بالتجارة يعني في هاي الفترة بإمكانك الدخول في هاي المسائل التجاري وخصوصا عملية الاستيراد والتصدير أو توقيع الوثائق المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هاي الفترة فترة لها ضبط الميزانية والمراجعة للحسابات المالية بدقة يعني أو تصفية الأجواء ووضع النقاط على الحروب في مختلف الأمور لا سيما الأمور المالية عندك القدرة على تحديد موارد دخلك ودعمها بأفكار جديدة صحيا يمكن اتباع دورات غذائية أو برامج دايت أو رجيم والقيام بعمليات جراحية أو تجميلية في هاي الفترة ولكن بدون مبالغات كبيرة لغاية ما قبل يبدأ التراجع اللي هو يوم خمسة ثمانية احسب يومين ما قبله من الآن لا يوم ثلاثة ثمانية هاي فترة جيدة برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا وجود عطارد في بيت الشراكة بيمنحك القدرة على الحوار البنى بينك وبين شركاك العاطفيين بتسود فترة جيدة من التفاهم والحوار بعيدة عن التوتر المشحون بالانفعلات عندك كثير من الافكار لتطوير العلاقات وبيجذبك في هاي الفترة الاشخاص اصحاب الفكر والحضور والكتاب وبتضع خطوات عملية لتطوير الشراكة العملية أو فتح مشروع مشترك مع احد الاشخاص هيك منكون انتهينا من حلقتنا من الاكبر الفلكية للحرك الاولى او للمرحلة الاولى من الحرك الامامية في برج العذراء والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة